موسيقى مرحبا بكم أحبة طلاب الصفة الثامن في هذا البحث الجديد طبعا جغرافية الصفة الثامن وصلنا إلى الوحدة الثانية قارة آسيا لقد تكلمنا في البحث السابق عن حدود هذه القارة طبيعيا وحدودها مع بعض القارات الأخرى لنصل إلى مناخ هذه القارة سنتكلم اليوم عن مناخ قارة آسيا والأقاليم المناخية في هذه القارة والحرارة والأمطار بشكل عام بشكل عام دائما عندما نبدأ بدراسة أي مناخ لأي قارة أو أي منطقة جغرافية في العالم سواء كانت هذه المنطقة منطقة صغيرة أم كبيرة فإننا سنحتاج إلى دراسة في البداية العوامل التي تؤثر في مناخ هذه القارة أو في هذا المكان أو في هذه الرقعة الجغرافية حسب المكان إذن علينا أن ندرس أولا العوامل التي تؤثر فيها فإذا كانت ذات مساحة كبيرة سيكون هناك اختلاف كبير وفروغ كبيرة في الحرارة والأمطار والمياه بشكل عام وإذا كانت صحراوية أو إذا كانت قريبة من البحار والمحيطات أو غيرها كل هذه مؤثرات أساسية ودائمة بشكل عام في كل الأماكن الجغرافية إذن سنتكلم اليوم عن قارة آسيا مناخية الأولا سنتكلم عن العوامل المؤثرة في هذه القارة العوامل المؤثرة في مناخ قارة آسيا أولا الموقع الفلكي نتكلم أولا عن الموقع الفلكي في البداية سنتكلم عن الموقع الفلكي لكن هنا نلاحظ كلمة المناخ طبعا ملاحظة صغيرة المناخ هي حالة الجو لكن لفترة زمنية طويلة لفترة زمنية طويلة المناخ هي حالة الجو لفترة زمنية طويلة أولا أول العوامل المؤثرة في المناخ الموقع الفلكي ماذا يعني الموقع الفلكي؟ بالنسبة لي قارة آسيا هي قارة كبيرة جدا مثل ما أخذنا سابقا تبلغ مساحتها 44 مليون كيلو متر مربع وهي تنتد على درجات العرض بشكل كبير جدا إذن انتدادها كبير جدا على درجات العرض هذه الدرجات جعلها تنوع الأقاليم المناخية تنوعت في هذه القارة تنوعت فيها الغابات تنوعت فيها الصحارة تنوعت فيها المناطق الباردة إلى آخره وذلك بسبب اتصالها من الشمال بالمحيط المتجمد الشمالي ووصولها في الجنوب إلى خط الاستواء إذن هذه المنطقة تصل إلى خط الاستواء قارة آسيا تصل إلى خط الاستواء من الجنوب وتصل إلى المحيط المتجمد الشمالي من الشمال إذن هذا الامتداد الكبير جعلها ذات تنوع كبير في الأقالم المناخية والنباتية والحيوانية كل منها على حدى إذن هذا هو الموقع الفلكي بسبب الامتداد الكبير على درجات العرار أدى إلى تنوع الأقالم المناخية في هذه القارة أيضاً توزع اليابسة والماء ماذا يعني توزع اليابسة والماء؟ نلاحظ من خلال هذه الكلمة بأن اليابسة في قارة آسيا كبيرة جداً قارة آسيا مساحات شاسعة من اليابسة فيها أدى في هذه اليابسة أدى إلى ماذا؟ أدى إلى وجود الصحاري أدى إلى وجود الصحاري خاصة في وسط القارة وذلك بسبب امتدادها الكبير وهناك صحاري كثيرة كما نلاحظ في الخليج وأيضاً في إيران وفي بعض المناطق الأخرى إذن الصحاري توزع اليابسة وامتداد اليابسة الكبير في هذه القارة أدى إلى وجود الصحاري ووجود فروق حرارية كبيرة وأدى إلى مناطق صيفاً تكون حارة جداً وشتاء تكون باردة جداً أما المناطق بالنسبة للماء المناطق القريبة من البحار والمحيطات مثل ما نعلم أن قارة آسيا تطل في غربها على البحر المتوسط وأيضاً تطلع على المحيط الهندي والمحيط الهادي طبعاً هذه القارة هذا الماء كل المناطق القريبة من المياه تكون دائماً معتدلة المناخ سواء كان في الصيف أو في الشتاء تكون في الصيف مناطق معتدلة الحرارة وجافة وفي الشتاء تكون ماطرة ودافئة هذا بالنسبة للتوزع اليابسة والماء أيضاً لدينا التيارات المحيطية التيارات المحيطية أيضاً من العوامل المؤثرة التيارات المحيطية هي التيارات التي تجري داخل المحيطات فنحن نعلم أن هناك تيارات تجري داخل المحيطات فالمحيطات هي فقط من السطح مناطق راكدة المياه كما نراها بالعين المجرد لكن إذا نزلنا إلى عمق هذا المحيط إلى عمق مثلاً 300 أو 400 متر أو 200 متر لا يوجد عدد معروف لكن التيارات المحيطية تكون هناك أنهار تجري داخل هذه المحيطات تنتقل من المناطق إلى مناطق أخرى سواء كانت من المناطق الباردة إلى المناطق الحارة أو من المناطق الحارة إلى المناطق الباردة فالتيارات المحيطية أهمها يوجد لدينا تيار في شرق جزر اليابان يمر وهو من التيراد الدافئة أيضاً هناك تيار بارد في المناطق الأخرى هذه العوامل المؤثرة أيضاً لدينا التضاريس رابعاً التضاريس التضاريس أيضاً هي من العوامل المؤثرة في مناخ قارة آسيا التضاريس ماذا تعني التضاريس؟ التضاريس هي كل المرتفعات والمنخفضات الموجودة في كل منطقة جغرافية نريد دراستها في المرتفعات الكبيرة وسلسلة الجبال الكثيرة والطويلة في قارة آسيا وأهمها سلسلة جبال الهملاي وأيضاً بعض القيمة الأخرى أدى إلى عدم وصول المؤثرات البحرية والمؤثرات الباردة من المحيط المتجمد الشمالي منعها من الوصول إلى بعض المناطق مما يرفع درجة الحرارة في هذه المناطق وتقل الأمطار إذن هذه بالنسبة للعوامل المؤثرة في مناخ قارة آسيا أيضاً لدينا طبعاً الحرارة بشكل عام هذه عناصر المناخ أولاً الحرارة والأمطار دائماً ندرس الحرارة والأمطار في كل العناصر وهي أهم العناصر الحرارة والأمطار ماذا تعني الحرارة؟ بالنسبة للحرارة في قارة آسيا في الصيف تكون الحرارة مرتفعة بشكل عام تكون الحرارة مرتفعة بشكل عام في قارة آسيا وخاصة في الوسط والغرب تكون باردة في المناطق القطبية أو القريبة من القطب فالحرارة مرتفعة بشكل عام وخاصة في الوسط بسبب الصحراء وبسبب عدم وصول المؤثرة البحرية من التضاريس أيضا الحرارة في الشتاء تكون منخفضة بشكل عام في قارة آسيا تكون الحرارة منخفضة بشكل عام في قارة آسيا معدى الأجزاء الغربية وبعض الأجزاء المطلة على المنحيطات والبحر المتوسط تكون الحرارة في الشتاء معتدلة وباقي القارة تكون باردة جدا أما أنطار هذه القارة أنطار هذه القارة بشكل عام هي أنطار حسب المنطقة التي تكون فيها حسب الإقليم المناخي إذا كانت استوائية تكون الأمطار فيها صيفية وإذا كانت متوسطية تكون فيها الأمطار شتوية الآن نأتي إلى الأقاليم المناخية في هذه القارة الأقاليم المناخية والنباتية في قارة آسيا أولاً إما أن ندرس من أجل أن لا يكون هناك تداخل في المعلومات إما أن ندرس الأقاليم من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب الآن سندرس هذه الأقاليم من الجنوب إلى الشمال وفي البداية الإقليم الاستوائي من خلال كلمة الإقليم الاستوائي معنى كلمة الاستوائي لماذا كلمة الاستوائي؟ لأنها قريبة من خط الاستواء دائرة النصف لأنها قريبة من دائرة الاستواء إذن فالإقليم الاستوائي يوجد الإقليم الاستوائي خاصة في جزر أندنوسيا وجزيرة الملايو هذه المناطق هي مناطق حارة جدا لأنها قريبة من خط الاستواء أو على خط الاستواء إذن هذه المناطق حارة جدا في الصيف والشتاء إذن حرارة مرتفعة طيلة العام ولكن بالمقابل أيضا الأمطار غزيرة وأيضا تمتد تقريبا طيلة العام مع عدى فصل الشتاء الذي يكون فيه قصير وجاف في هذا الإقليم هذا الإقليم نباتته هي غابات استوائية مثل أشجار الكاكاو والبن والمطاط والموز وغيره أيضا الإقليم الثاني هو الإقليم الموسمي ماذا يعني كلمة الموسمي؟ الموسمي أي أن هناك موسم معين تأتي الحرارة بموسم معين ويأتي البرد في موسم معين إذن الإقليم الموسمي يسود في جنوب شرق القارة الآسيوية وخاصة في دولة الهند الإقليم الموسمي جنوب شرق قارة آسيا وخاصة في الهند وجنوب الصين واليابان وكوريا والخليج العربي إذن هذه المنطقة التي ذكرناها الإقليم الموسمي يسود في هذه المنطقة الإقليم الموسمي طبعا أيضا ذو حرارة مرتفعة تقريبا أيضا طوال عام أمطاره أيضا غزيرة لكن الأمطار تكون صيفية في أكثر الأحيان تكون صيفية غزيرة أما نبطته فيه مشابه للإقليم الاستوائي أيضا مثل الكافور والخيزران والمطاط وغيره أيضا لدينا الإقليم المتوسطي الإقليم المتوسطي هي المناطق التي تمتد على طول البحر المتوسط التي تمتد على طول البحر المتوسط هذا الإقليم هو إقليم أمطاره شتوية وصيفه معتدل جاف وأمطاره شتوية ويكون أيضا الشتاء فيه دافئ أما بالنسبة لطبعا مناطق امتداده قلنا على طول خط البحر المتوسط في آسيا في بلاد الشام وتركيا في بلاد الشام وتركيا الإقليم المتوسطي نباتاته هي نباتات دائمة الخضرة وخاصة أشجار الفواكه خاصة أشجار الفواكه مثل التوت والتفاح والكرز وغيره أيضا لدينا بعد الإقليم الاستوائي والموسمي والمتوسطي أهم الأقاليم وأكثرها انتشارا هو الإقليم الصحراوي الإقليم الصحراوي هو أكثر الأقاليم انتشارا في كل بقاع العالم فهذا الإقليم من خلال كلمة الصحراوي نحن نعرف أنها صحراء الصحراء لها حرارة دائما حرارة مرتفعة في الصيف وبرودة شديدة في الشتاء أمطاره نادرة وقد تكون معدومة في كثير من المناطق فطبعا نباتته هي المقاومة للجفاف كالشوكيات والصبار وبعض أشجار النخيل إذا كانت هناك واحات إذن إذا كان هناك واحات تكون فيه أشجار النخيل أما امتداد هذا الإقليم أين يكون؟ يكون في وسط القارة في أكثر الأحيان وجنوبها الغربي في وسط القارة وجنوبها الغربي أيضا لدينا إقليم خامس وهو إقليم المتجمد الشمالي أي الإقليم القطبي أين يمتد هذا الإقليم؟ الإقليم القطبي يمتد في مناطق القريبة من المحيط المتجمد الشمالي وخاصة في جنوب في سيبيريا وماطق القريبة منها في جنوب روسيا أو في شمال روسيا إذن هذه هي الأقاليم المناخية والنباتية أيضا لدينا هناك هذه من خلال درسنا في المناخ والأقاليم المناخية والنباتية في قارة أسيا يوجد الكثير من الأقاليم الأخرى لكن هذه الأقاليم أهم الأقاليم التي ذكرناها هي التي تكون مهمة جدا أيضا لدينا الأنهار الأنهار في هذه القارة والبحيرة بالنسبة لأنهار في قارتاسية هي أنهار كثيرة جدا طبعا ما هو النهار في البداية النهار هو عبارة عن مجرى مائي هو مجرى للماء دائما النهار من المعروف عندما تقول نهار فهو مجرى للماء مجرى مائي ذو ضفتين مجرى مائي ذو ضفتين هذه الأنهار كثيرة في قارة آسيا أهمها نهر أوب لينا اليانغ تسي دجلة الفرات هوانغ هو وهو ما يسمى بالنهر الأصفر لأن لونه يمين إلى النون الأصفر بسبب طبيعة الصخور الموجودة في هذه المنطقة إذن هذه الكثير من الأنهار وهناك أنهار كثيرة أخرى في هذه أبقارة طبعا من قارة آسيا الأنهار أوب لينا اليانغ تسي ودجلة والفرات وهوانغ هو غيرها الكثير من الأنهار الطويلة أيضا بالنسبة للبحيرات أهم البحيرات هي بحيرة قزوين وهي تسمى ببحر قزوين أيضا في بعض الأحيان إلا أن البحيرة هي مسطح مائي أصغر من البحر بكثير طبعا البحر أكبر من البحيرة إذن البحيرة هي مسطح مائي أصغر من البحر أهمها بحيرة قزوين أيضا لدينا بحيرة آرال وبحيرة بايكل طبعا بحيرة بايكل هي معلومة أنها هي أعمق أعمق بحيرة عذبة في العالم أعمق بحيرة عذبة في العالم 1642 متر يبلغ عمقها 1642 متر طبعا أين توجد هذه البحيرة بحيرة بايكل توجد في جنوب سيبيريا طبعا سيبيريا توجد في روسيا وأيضا البحر الميت البحر الميت هو عبارة عن بحيرة مغلقة من كافة الاتجاهات وهو أخفض منطقة في العالم أخفض منطقة في العالم طبعا لنلاحظ الفرق بحيرة بايكل هي أعمق بحيرة لكن البحر الميت هو أخفض منطقة عن سطح البحر أخفض منطقة في العالم عن سطح البحر يبلغ انخفاضه 412 متر تحت سطح البحر تحت سطح البحر إذن هذا بالنسبة للأنهار والبحيرات مثل ما ذكرنا نتمنى أن نكون قد وصلنا المعلومة الحقيقية لكم أعزائنا الطلاب إلى اللقاء في درس قادم اشتركوا في القناة